بعد هجمات باريس لم تكن الدول الأوروبية التي تضم جاليات مسلمة كبيرة هي التي شهدت فقط ارتفاع حدة رهاب الإسلام والاعتداءات على المسلمين بشكل كبير إذ برزت هذه الظاهرة أيضاً في دول لم تشهد بعد وجود جاليات مسلمة كليتوانيا أو حتى بلدان يعتبر الإسلام إحدى مكوناتها الدينية ككوسوفو والبوسنة خلاصة التقرير الأول لمركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التركي باستخدام الإسلاميّة هذه تشمولة تتعلم في مقررات استخدام الأساسيين الذين تغييرات بعض من الأشخاص من أشخاص. نحن بابتع دولة بشكل صليحين وعند أزالي يحدث أننا هناك في هذه الجزء المتعبات لأن هذه الأشخاص أشخاص تشميع الاشخاص traستخدام الأساسيين إذا اثنين الناس ملاتونون مزيقاوا وأنهم متعلقون بسرأة ويتكون التقرير من 25 من التقارير الوطنية التي تبرز الوضع في كل بلد على حدة قام بإعداده حوالي 40 من الخبراء في شؤون العنصرية والهجرة ويطالب التقرير السلطات الأوروبية بضرورة العمل على وضع حد لظاهرة رهاب الإسلام عبر التسريع في اعتماد تشريعات تجرم الظاهرة كما شدد التقرير أيضا على دور التربية والإعلام في مواجهة هذه الظاهرة التي أصبحت تسمم العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين نبي فهمي التلفزيون العربي بروكسل